مجلس النواب يعرض أعماله خلال الدورة غير العادية التي بدأت في العاشر من كانون الأول العام الماضي ووزن مجلس النواب ما بين دوره التشريعي والرقابي حيث عقد في هذه الدورة 48 جلسة منها 28 جلسة تشريعية أقرى خلالها 23 مشروع قانون وقانون معدل ووجه النواب بأربعة مقترحات بقوانين تم تحويلها على اللجان المختصة هذا من الجانب التشريعي أما في الجانب الرقابي فقد عقد مجلس النواب خلال الدورة غير العادية 20 جلسة رقابية تم توجيه 795 سؤالا وردت الإجابة على 584 منها وتم تقديم 7 جوابات فيما تقدم النواب ب130 مذكرة نيابية خلال الدورة الماضية وبلغت نسبة حضور النواب خلال الجلسات كافة 90% فيما دائبة اللجان الدائمة على عقد اجتماعات مكثفة سواء للنظر بمشاريع القوانين أو النظر بقضايا المواطنين ذات الصلة بعملها فقد عقدت هذه اللجان 332 اجتماعا وفي عهدتها اليوم 44 مشروع قانون وقانون معدل من مجلس النواب محمد الفيز المملكة عمام